ترجمة نانسي قنقر وفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أصدر مصرف البحرين المركزي تعميما إلى جميع البنوك بنوك التجزية وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقصاط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القصد أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل وصرح السيد رشيد المعراج محافظ المصرف بأن هذه الترتيبات قد تمت بالتشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي للمساهمة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثرى السمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا منوها بأن تعاون القطاع المصرفي مع العملاء أفراداً وشركات بتأجيل أقصاط القروض في الفترة الماضية قد ساهم بشكل كبير في التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة بما ساعد على استقرار المعاملات المالية والتجارية والأنشطة الاقتصادية المختلفة وحافظ على مسار نموها المستدام